إلى القدس القدس المحتلة مع مراسل العربي أحمد جرادات مرحبا أحمد أحمد على الجانب الإسرائيلي هل توفرت أي معلومات عن هذه الرشقة الصاروخية التي أطلقت باتجاه زدود يعني يتحدثون عن ثماني صواريخ أطلقت نحو أشدود تم اعتراض صاروخين اثنين من قبل القبة الحديدية فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة وفقا للإعلام الإسرائيلي هذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صافرات الإنذار منذ منتصف كانون الثاني يناير الماضي بمعنى أن هذه المنطقة لم تشهد عمليات إطلاق صواريخ لقرابة ثلاثة شهور ولكن عادت هذه العملية لإطلاق الصواريخ نحو تلك المنطقة في أشدود التي تبعد قرابة ثلاثين كيلو مترا عن الحدود الشمالي قطاع غزة عن أقصى شمال قطاع غزة تبعد قرابة ثلاثين كيلو مترا وعن مدينة غزة قرابة أربعين كيلو مترا وإذا ما ذهبنا إلى جنوب قطاع غزة فهي تبعد قرابة خمسين كيلو مترا والمهم هو من أين أطلق هذا الصاروخ هل أطلق من المناطق التي تقول إسرائيل بأنها سيطرت عليها وقامت بتطهيرها من الكتائب التابعة لحركة حماس أم أطلقت من مناطق أخرى هذا مكان إطلاق هذه الصواريخ سيكون له بالتأكيد تأثير وأهمية إسرائيل في الأيام الماضية أعلنت عن عودة أو عن إجراء عملية عسكرية في غربي خانيونس تحديدا في حي الأمل وذلك بعد أن كانت في تلك المنطقة قبل حوالي أسابيع ولكن وفقا للجيش الإسرائيلي فإنه عاد مرة أخرى إلى تلك المنطقة بعد أن رصد نشاط أو عودة لكتائب القسام والفصائل الفلسطينية ما يعني بمعنى آخر أنه على الأرض وبعد أن تنتهي إسرائيل من عملياتها في بعض المناطق الواقعة في قطاع غزة تنجح الفصائل الفلسطينية في إعادة تنظيم نفسها بين الحين والآخر ربما تنجح بعض الخلايا في إعادة تنظيم نفسها مجددا وتقوم بإطلاق هذه الصواريخ لافت جدا إطلاق الصواريخ نحو تلك المنطقة أجدودة التي قلت بأنها تبعد عن أقصى شمال قطاع غزة قرابة ثلاثين كيلومترا لأنه في الشهرين الماضيين تركزت عمليات إطلاق الصواريخ خالد نحو غلاف غزة نحو زكيم مثلا قبل يومين دوت فيها صافرات الإنذار نحو إزديروت نحو المناطق الواقعة في غلاف غزة والقريبة من قطاع غزة والتي لا تبعد سوى سبعة كيلومترات كأقصى تقدير عن قطاع غزة تم تركيز عمليات الإطلاق نحو تلك المنطقة ولكن على ما يبدو هذه العملية هي تم استخدام أو تم إطلاقها من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى ما يبدو أنها وصلت إلى مناطق واسعة حاليا على ما يبدو هناك صافرات إنذار ولكن لا نعرف أين ثواني وتتضح الصورة الآن تحدثون عن صافرات إنذار على الحدود الشمالية في الجليل الأعلى تحديدا وليس في غلاف غزة هذه المرة إذن قد تكون مرتبطة بصوريخ أطلقت أو أطلقها حزب الله أو على الأقل جاءت من الجبهة اللبنانية فيما يخص عملية تطلق الصوريخ من قطاع غزة يفهم من ذلك أولا أن إسرائيل لا تحكم السيطرة على الأرض في قطاع غزة أي أنها لا تضمن القضاء على الخطر وعملية القضاء وعدم القدرة في القضاء على الخطر لن يسمح بعودة من كانوا يريدون العودة من الإسرائيليين إلى غلاف غزة يعني الآن تتحدث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن عملية إطلاق الصوريخ نحو أجدود خالد تمت من شمالي قطاع غزة تمت من شمال قطاع غزة وهي المنطقة التي تعرضت إلى قصف واسع وإلى عملية عسكرية مستمرة ومتواصلة منذ قرابة 170 يوما وعلى الرغم من ذلك تمت عملية إطلاق الصوريخ من المناطق الواقعة في شمالي غزة وليس من المناطق الواقعة في جنوب القطاع أو حتى في رفح التي لم تدخلها القوات الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة بخصوص عملية إطلاق الصوريخ من قطاع غزة وبالنسبة لسؤال كخارد هذه هي صوريخ ربما لا تحتاج إلى تقنيات لإعادة تصنيعها قالت إسرائيل بأنها ضربت في الفترة الماضية بنية تحتية عسكرية ضربت منصات إطلاق الصوريخ مخازن أسلحة سيطرت عليها أو فجرتها من الجو ولكن بالنهاية إعادة تصنيع مثل هذه الصوريخ لا يحتاج إلى التقنيات المرتفعة أو العالية لذلك في عام 2021 كانت إسرائيل قد أعلنت عن أنها وجهت ضربة قاسية لحركة حماس من خلال قصف مخازن الأسلحة في أيار مايو من عام 2021 وفي عام 2022 أعلنت عن توجيه ضربة أيضا للمخازن الأسلحة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ولسرايا القدس ولكن ما الذي جرى في عام 2021 خلال أحد عشر يوما أطلقت حماس والفصائل الفلسطينية قرابة 3400 قذيفة صاروخية في عام 2023 وفي السابع أستوبر في دفعة واحدة تم إطلاق قرابة 5000 قذيفة صاروخية ما يعني أن إسرائيل ربما ستواجه صعوبة في القضاء على الصوريخ التي تطلق من قطاع غزة وهذا بالتأكيد سيؤثر على عودة الإسرائيليين إلى مناطق الغلاف أو ادعاء الحكومة الإسرائيلية بأنها أعادت الأمان إلى الإسرائيليين في غلاف غزة هو هذه النقطة تحديدا التي أريد أن أسألك عنها موضوع الأمان يعني نحن الآن في ظروف الحرب إسرائيل تدعي أنها سيطرت على الأرض لكن عندما تخرج صواريخ يصل مداها لنحو 30 كيلو متر هذا معنى أن غلاف غزة يمكن أن يستهدف وبالتالي يعيق قد يعيق هنا السؤال إلى أي مدى قد يعيق عملية إعادة غلاف غزة من الإسرائيليين لأن عدم عودة هؤلاء قد يمثل ضغط أيضا على الحكومة الإسرائيلية يعني بالفعل هناك نسبة بسيطة اختارت العودة إلى تلك المناطق من الإسرائيليين ولكن غالبياتهم حتى هذه اللحظة رفضوا العودة إلى تلك المناطق وكانت الحكومة الإسرائيلية خالد قد مددت إقامتهم في الفنادق على نفقة الحكومة الإسرائيلية حتى حزيران المقبل وبالتأكيد عدم الشعور بالأمان لدى الإسرائيليين لن يؤدي بالنهاية إلى عودتهم إلى المناطق الواقعة في غلاف غزة لأنه بين الحين والآخر عندما تدوي صفرات الإنذار في غلاف غزة يتحدث الإسرائيليون عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر إطلاق صاروخ مرة من هنا إطلاق صاروخ مرة نحو غلاف غزة إطلاق صاروخ مرة نحو زكيم مرة نحو إزديروت هذا الوضع الذي اعتاد عليه الإسرائيليون في تلك المنطقة ويقولون بأنهم لا يريدون العودة مرة أخرى إلى واقع كان يشبه الواقع الذي كان قبل السابع من أكتوبر ولكن على ما يبدو أن مثل هذه العمليات أو مثل عمليات إطلاق هذه الصواريخ لها أهداف سياسية أكثر من أهداف عسكرية لها رسائل سياسية لها رسائل أيضا للداخل الإسرائيلي بقدرة حماس وقدرة الفصال الفلسطينية في قطاع غزة على إطلاق هذه الصواريخ أو حتى إعادة التنظيم مرة أخرى إذا انتهت هذه الحرب وهذه ربما هي المعضلة الحقيقية لدى إسرائيل من جانب آخر هناك أيضا فقدان لأثقة بالجيش الإسرائيلي هذا واضحا منذ أن جرى السابع من أكتوبر وهناك أحداث أو تصريحات تشير إلى حالة من فقدان الثقة لدى الجيش الإسرائيلي بشأن ما يتعلق بثقة الإسرائيليين بعادة الأمان مرة أخرى إليهم من خلال الجيش الإسرائيلي التي تعرض إلى ضربة حقيقية في السابع من أكتوبر والتي أيضا إسرائيل أحماس نرجحت بضرب حالة الردع أو ما يسمى بحالة الردع في الجيش الإسرائيلي ووجهت ضربة لفرقة غزة التي كانت هي مسؤولة عن حماية تلك الحدود وعليه هناك أزمة ثقة ما بين الجيش الإسرائيلي وما بين الشارع الإسرائيلي وأيضا تأكيد الإعلام الإسرائيلي بأن عمليات إطلاق الصواريخ تمت من شمال قطاع غزة هذا يشير إلى وجود رسائل إلى الإسرائيليين أنفسهم بأنه على الرغم من هذه العملية والاستمرار في الاجتياح والسيطرة والقصف العنيف إلا أن الفصائل الفلسطينية تنجح بإطلاق هذه الصواريخ من المناطق التي تقول إسرائيل بأنها سيطرت عليها وأحكمت سيطرتها من الناحية الأمنية عليها أشكرك أحمد جردك كنت معنا من القدس المحتوى